السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون مساحة المثلث للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثالث سنقوم بعرض مقدمة سريعة لمساحة المثلث وبعد ذلك نقوم بحل تمارين الكتاب مساحة المثلث ميم هي نصف ناتج ضرب القاعدة في الارتفاع القاعدة أي طول القاعدة على الارتفاع ارتفاع المثلث هو الضل النازل من رأس المثلث بشكل عمودي على القاعدة أو على امتداد القاعدة إذا كان المثلث منفرج الزاوية التعبير اللفظي مساحة المثلث ميم هي نصف ناتج ضرب القاعدة في الارتفاع بالرموز ميم يساوي نصف قاف ضرب عين أو ميم يساوي المساحة القاعدة ضرب الارتفاع وبعد ذلك نقوم بالقسمة على اثنين نبدأ بحل تمارين الكتاب السؤال الأول أوجد مساحة كل مثلث فيما يأتي إذا كان عندي وحدات مربعة نقوم في البداية بحساب طول القاعدة القاعدة هي واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن قاف طول القاعدة يساوي أربع وحدات الارتفاع واحد اثنين ثلاثة وحدات مربعة إذن عين يساوي ثلاثة وحدات مربعة كيف نوجد المساحة؟ نقول لها المساحة نضرب نصف ضرب القاعدة أربعة ضرب ثلاثة سنأخذ نصف القاعدة ونصف الارتفاع عندي الأربعة بإمكاني أخذ نصف الأربعة نصف الأربعة ثلاثة ثلاثة يساوي ست وحدات مربعة هذا بالنسبة إلى السؤال الأول السؤال الثاني بنفس الطريقة راح نقول له ميم يساوي نصف القاعدة تساوي أطنعش الارتفاع ثمانية في البداية ناخذ فقط نصف العدد أطنعش أو نصف العدد ثمانية نصف العدد أطنعش يساوي ستة ستة ضرب ثمانية يساوي ثمانية وأربعين الوحدة هي سانتيمتر مربع الشكل الثالث ميم نبدأ بالنصف نقول له نصف ضرب القاعدة تساوي خمسطعش فاصلة ستة ضرب احداش فاصلة خمسة وعشرين نقوم بضرب خمسطعش ضرب احداش فاصلة خمسة وعشرين بالضرب العمودي وبعد ذلك نقوم بالقسم على اثنين فحينما نقوم بضرب العدد نقول له ميم يساوي إذا ضربنا طبعا القيمة خمسطعش فاصلة ستة ضرب احداش فاصلة خمسة وعشرين يكون الناتج مئة وخمسة وسبعين ونصف مئة وخمسة وسبعين ونصف قسمة اثنين الضرب في نصف يعني قسمة اثنين قسم هذا العدد على ثنين مئة وخمسة وسبعين الناتج بيكون سبعة وثمانين وثلاثة أربعة سبعة وثمانين وثلاثة أربعة تكتب بصورة الكسر العشري خمسة وسبعين الوحدة هي متر مربع ننتقل الآن ننتقل الآن إلى سؤال أربعة حرف يدوية صنعت هند صندوقا ورقيا مثلثي الشكل كما هو في الشكل المجاور ما مساحة وجهة وجهته العلوية أو وجهه العلوي الوجه العلوي ارتفاعه تسعة وبيكون طبعا القاعدة هذه القاعدة تساوي عشرة سانتي إذن بيكون مساحة هذا المثلث نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع نص القاعدة تساوي عشرة سانتي الارتفاع يساوي تسعة بعد ذلك نقوم بضرب العدد عشرة ضرب تسعة يساوي تسعين نص في العدد تسعين يساوي خمسة وأربعين الوحدة هي سانتي متر مربع إذن مساحة هذا المثلث يساوي خمسة وأربعين سانتي متر مربع ننتقل الآن إلى الفقراء الثانية تدرب وحل المسائل القاعدة هذه هي القاعدة بتكون في هذا المكان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن قاف يساوي ستة الارتفاع الارتفاع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن الارتفاع يساوي ثمانية نقول لها المساحة تساوي نص ضرب القاعدة ستة ضرب ثمانية رح ناخد نصف العدد ستة هو ثلاثة ضرب ثمانية يساوي أربعة وعشرين وحدة مربعة ننتقل الآن إلى سؤال ستة بنفس الطريقة القاعدة التي تكون في الأعلى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن قاف تساوي خمس وحدات الارتفاع واحد اثنين ثلاثة إذن العين يساوي ثلاثة نقول لها ميم نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع نصف خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسطعش نصف العدد خمسطعش سبعة ونصف أيضا وحدة مربعة سؤال سبعة ميم يساوي نصف ضرب قاف ضرب عين يساوي نصف القاعدة تسعة الارتفاع عشرة نصف تسعة ضرب عشرة تسعين نصف العدد تسعين خمسة واربعين الوحدة مليمتر مربع ننتقل الآن إلى سؤال ثمانية راح نقول ميم يساوي نصف ضرب القاعدة 24.8 ضرب الارتفاع 16 يساوي نصف العدد 16 نصف العدد 16 هو 8 ضرب 24.8 إذا ضربنا الثمانية في 24.8 يساوي 198.4 الوحدة هي سانتيمتر مربع ننتقل الآن إلى سؤال تسعة المساحة نصف القاعدة 25 ضرب 7 ناخد أولا نصف العدد 25 12 ونصف ضرب السبعة يساوي طبعا رح يكون بالضرب العمودي رح يكون الناتج لدينا 87 وثمانين ونصف الوحدة هي كيلومتر مربع سؤال عشرة المساحة نصف القاعدة 41 ونصف فاصل خمسة ضرب 36 نصف العدد 36 هو 18 ضرب 41 فاصل خمسة رح يكون عن طريق الضرب العمودي رح يعطيني الناتج هو 747 واربعين الوحدة هي متر مربع هذا بالنسبة للمجموعة الثانية ننتقل الآن إلى سؤال 11 الارتفاع 14 متر وطول القاعدة 35 نقول لها المساحة ساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع نصف القاعدة تساوي 35 إذن ضرب 35 ضرب الارتفاع 14 بما أن الارتفاع عدد زوجي يقبل القسم على 2 ناخد نصف هذا العدد إذن نقول نصف العدد 14 7 7 ضرب 35 و30 يساوي 245 245 الوحدة هي متر مربع هذا بالنسبة إلى سؤال 11 سؤال 12 إذا كان الارتفاع 27 وطول القاعدة 19 نقول ميم يساوي نصف القاعدة 19 الارتفاع 27 نقوم بضرب القاعدة بالارتفاع سأعطيني 513 سأعطيني هذا يكون بالضرب العمودي نصف هذا العدد هو 256 256 256 ونصف الوحدة هي سنتيمتر مربع ننتقل الآن إلى السؤال الثالث عشر يريد صاحب البيت المجاور أن يغطي المنطقة المثلثية الشكل من السقف بألواح خشبية ما مساحة الخشب الذي يغطي هذه المنطقة أي حساب هذا المثلث نقول له طبعا ميم يساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة تساوي سبعة والارتفاع هو أربعة إذن نقول له نصف القاعدة سبعة الارتفاع أربعة نقول له يساوي نصف ضرب سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية وعشرين نصف العدد ثمانية وعشرين أربعة عشر متر مربع إذن هذه مساحة أو المساحة الخشبية التي تغطي هذه المنطقة ننتقل الآن إلى السؤال الرابع عشر يريد مهندس معماري أن يعمل تصميما لبناء على قطعة أرض مثلثية فإذا كان طول قاعدة القطعة 100.8 متر وارتفاعها 96.3 متر فأوجد مساحة نقول له بما أن الشكل مثلث نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع نقوم بضرب نص القاعدة تساوي 100.8 ضرب الارتفاع 96.3 بإمكاننا طبعا ناخد نص نصف القاعدة نصف القاعدة يساوي 50.4 ضرب في 96.3 يكون الناتج طبعا بعد عملية الضرب بالضرب العمودي 4853 بالتقريب فاصلة 5 الوحدة هي متر مربع السؤال الخامس عشر أحواض أزهار أوجد مساحة حوض الأزهار الموضح في الشكل المقابل وإذا كان الكيس الواحد من التربة الجاهزة يكفي لتغطية نصف متر مربع من الحوض فما عدد الأكياس اللازمة لتغطية حوض الأزهار الكامل أولا نوجد مساحة هذا المثلث نقول ميم يساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع يساوي نصف القاعدة ثلاثة الارتفاع اثنين نص ضرب اثنين في ثلاثة ستة يساوي ثلاثة متر مربع بعد ذلك نقوم بإيجاد عدد الأكياس عدد الأكياس يساوي هذه المساحة قسمة نصف قسمة نصف يساوي ستة يساوي ستة طبعا بإمكاني بطريقة ما ثلاثة قسمة نصف نضرب الاثنين في الثلاثة يصبح لدينا ستة على واحد يساوي ستة أكياس هذا بالنسبة لهذه المجموعة من حل التماري ننتقل الآن إلى السؤال التالي ما مساحة المثلث في علم دولة السودان المجاور نقول ميم يساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع يساوي نصف القاعدة تساوي أربعين سانتي رح نضرب الأربعين في الارتفاع الارتفاع يساوي اثنين وثلاثين ناخد نصف العدد لأربعين نصف لأربعين عشرين ولأ عشرين ضرب اثنين وثلاثين الناتج يساوي ستمائة و أربعين نطلع الصفور اثنين في اثنين وثلاثين ستة أربعة وستين الوحدة هي سنتيمتر مربع ننتقل الآن إلى أشكال مركبة أوجد المحيط والمساحة لكل شكل مما يأتي أولا نوجد المحيط كيف نوجد المحيط مجموع الأضلاء رح نبدأ بجمع هذا الشكل المركب كامل خمسة زائد اثنين زائد أربعة زائد خمسة المجموع يساوي ستة عشر الوحدة هي سنتيمتر هذا بالنسبة إلى المحيط بالنسبة إلى المساحة عندي مساحة المثلث مساحة المثلث مساحة هذا المثلث خمسة ناقص اثنين يساوي ثلاثة هذا الجزء فقط هذه هي من هذا المكان لهذا المكان ثلاثة من نقص من اثنين بيكون ثلاثة إذا نقول نص ضرب القاعدة ثلاثة في الارتفاع الارتفاع يساوي أربعة هذا يساوي أربعة ضرب أربعة إذن نص ضرب ثلاثة في ثلاثة بيكون ثلاثة في أربعة أطنعش نص العدد أطنعش يساوي ستة سنتيمتر مربع هذا مساحة المثلث مساحة المستطيل الطول ضرب العرض اثنين ضرب أربعة لازلنا الآن في سؤال سباطعش اثنين في أربعة يساوي ثمانية سنتيمتر مربع نقوم نقوم بجمع المساحة مساحة المثلث زائد مساحة المستطيل كلها ستة زائد ثمانية يساوي أربعة عشر سنتيمتر مربع ننتقل الآن إلى السؤال الثامن عشر نبدأ بحساب المحيط أولا المحيط ستة هذا العدد زائد تسعة زائد ستة زائد عشرة زائد تسعة زائد عشرة يساوي يساوي خمسين ملي متر المساحة عندي طبعا ثلاث مساحات هذه المساحة الأولى الثانية الثالثة عندي مثلثين مثل بعض ستة والارتفاع ثمانية إذا نقول له مساحة المثلث بعدين نضربه في اثنين نص ضرب القاعدة هذه القاعدة تساوي كم ستة ضرب الارتفاع ثمانية هذا المثلث الأول يساوي ستة في ثمانية ثمانية واربعين نص ثمانية واربعين أربعة وعشرين وأيضا مساحة المثلث الثاني نفس الشي يساوي أربعة وعشرين مليمتر مربع مليمتر مربع باقي عندي مساحة المستطيل اللي يكون في المنتصف المستطيل الطول ضرب العرض الطول ضرب العرض الطول تسعة العرض يساوي ثمانية تسعة ضرب ثمانية يساوي اثنين وسبعين إذن المساحة الكاملة نجمع هذه الثلاثة أربعة وعشرين مساحة المثلث الأول زائد المستطيل اثنين وسبعين زائد المثلث الثاني أربعة وعشرين يساوي مئة وعشرين ملي متر مربع هذا بالنسبة إلى سؤال ثمانتاش ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة تدريب على اختبار قضت سيرين أو قصت سيرين مثلثا من الورق المقوة لعمل منظر على شكل مثلث قائم الزاوية كالمرسوم أدنى إذا كانت مساحة المثلث أربعة وثمانين فاصل خمسة سانتيمتر مربع فما ارتفاعه نقولها طبعا بما أن عندي طول القاعدة ثلاثة نقولها أربعة وثمانين فاصل خمسة قسمة ثلاثة إذا قسمنا طبعا عن طريق القسمة المطولة يكون الناتج ستة ونصف السؤال الأخير يبين الجدول أدنى مساحات مثلثات لها الارتفاع نفسه ولكن تختلف في طول القاعدة أي العبارات مما يأتي يمكن استعمالها لإيجاد مساحات مثلث ارتفاعه سبع وحدات وطول قاعدته سين وحدة طبعا طبعا لازم نضرب الارتفاع في القاعدة سبعة سين أو سبعة سين قسمة اثنين أو سبعة على اثنين أو سين على اثنين الاجابة هي با سبعة ضرب القاعدة اثنين يساوي ارباط عشر قسمة اثنين يساوي سبعة وهكذا بقية ما في الجدول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته